سينما الشويش سينما الشويش مرحبا غازي أبو بكر كل عام انتوا بخير وانت بقى الفخير شادي بلان بصلنا لنهاية الـ 2023 ورقت بسرعة السنة بالضبط وأكيد كتير زي شادي حابين يعرفوا كتير معلومات عن الأفلام أفلام 2023 المصري المصري بالتحديد تهي الأول سؤال عدد الأفلام اللي ظهرت هدى العام هالسنة تصور كتير أفلام بس 41 فيلم تم عرضا بدور السينما في مصر خلال هالعام شادي لو عملنا مقارنة بين هذا العام وأعوام سابقة بتعيش السينما المصري غازي انتعاش كبيري على مستوى الإرادات وحجم الانتاج السينمائي زي ما سابقا حكيت قدمت من بداية العام أكتر من 41 فيلم وكمان تصور كتير أفلام رح نشوفها بالـ 2024 رح نحكي عنها بنهاية البرنامج أوكي أكيدنا نعرف من نمبر ون كنجم وكفلم كنجم هو كريم عبدالعزيز مع نور بفيلم بيت الروبي حققه خلال هالعام 130 مليون جنيه رقم كبير حتى مكل الأرقام القياسية أنا شايف أنه استمر عرضه 23 أسبوع صحيح منذكر شادي أنه أيام زمان بالسبعينات كان المقياس هو عدد الأسبوع ولكن بهاي الأيام احنا منشوف الأرقام المادية هي اللي بتحدث صحيح نجاح إراداته الملايين واحدة بتعمل فيديوهات عن الطبخ ليه تقدمها وهي لابسة مثل نور تتكلم عن نوال الأسطورة؟ نوال الأسطورة ده إبراهيم عليها جوز جوز الأستاذة نوال عليها جوز حمام قطير إبراهيم بالمرتب الثاني غازي العميل سفر أكرم حسني أول بطولي سينمائي لإله 43 مليون جنيه رقم كبير كأول بطولي لأكرم حسني ده أنا ما في الشغل أنا وديتها لك اللي ما جبتي أجله أنا تصبت يا سفر كلمني في الجيزة واسمي العميل سفر ودواته أشوف هوني المرتب الثالثي تامر حسني بفيلم تاج مع دينا الشربيني أي أكتر من 42 مليون جنيه وهذا بأكد أنه تامر حسني هو نجم السينما الغنائية حاليا حاليا فيما الصح هذا فيلم رقم 14 غازي أوه بالسينما لا فلوس بنزين ولا مواصلات ولا تكاسي ههريكي في وسح المرتب الرابعة أمير كرارة بيعود بقوة بعد ما كانت راجع بالسنوات الماضي وقريبا ما كان إله وجود أمير كرارة بفيلم البعبع بالمرتب الرابعة مع ياسمين صبري منشوف شادي أنه استمر هذا الفيلم 23 أسبوع بالضبط زي بيت الروبي ولكن بيت الروبي أكتر من 129 مليون هذا البعبع أكتر من 41 مليون صحيح فرق كبير بالإرادات نبيل الجميل أخصائي تجميل محمد هنيدي بالمرتب الخامسة أكتر من 36 مليون جنيه 10 أسبوع هجموه كتير لمحمد هنيدي على الفيلم على مستوى الفيلم لأنه وعد الجمهور بفيلم منيح بالنهاية لعب فيلم متوسط بتتوقع شادي عودة نجومية محمد هنيدي كيف كانت بالتسعينات؟ لا إذا ما غيرش مصاره لا المرتب السادسي محمد رمضان سادس هارلي مش أول مش نومبر ون صح محمد رمضان فيه إله كمان فيلم عرض خلالها العام هارلي انعرض بمصر بعد نجاحه الكبير بجعفر العمدة صح بعيد الفطر عيد الفطر بتخيل الناس كانت شبعاني منه بتهيالي انه هو حق نجاح كتير كبير بالمسلسل التلفزيوني جعفر العمدة بالسينما هو يعني بدرجة ثانية وثالثة ورابعة سادس هالسنة يعني بقول كدرجات نجوم يعني سادس هالسنة مع فيلم هارلي قريب ب36 مليون جنيه مصري آها بالمرتب السابع أنا شايف مستر إكس أحمد فهمي زوجته صارت طليقته حاليا آه أوكي أكتر من خمسة وثلاثين مليون جنيه سبعتاشر أسبوع استمر عرضو وش في وش محمد ممدوح أمينة خليل من الأفلام الحلوة غازي بنصحك تحضرها أو خمسة وثلاثين أكتر من خمسة وثلاثين مليون جنيه رقم مهم آه أسماء يعني محمد ممدوح وأمينة خليل النقاد رهنوا عليهم إنه سيروا نجوم إحنا منشوف إنه هوني عم بيمسكوا بيكونوا بيقوموا ببطولات أفلام عمينة ونوعية أفلام منيحة كمان حيلو فوي 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 محمد فراج نيلي كريم أكتر من ثلاثين مليون جنيه الناقد الفن الشهير طارق الشناوي أثنى على هذا الفيلم صح وقال إنه هذا ممكن كمان يعني يتم اختياره بالتمثيل مصر خارجا هو رح يمثل مصر بجوائز الأسكار أوكي بس برأيي أنا حضرته ما باستحق آه ضعيف الفيلم يعني أنت بتعارض رأي طارق الشناوي صح مرتب العاشري يوم تلتعاش أحمد دهود ودينا الشربيني مع أكتر من واحد وثلاثين مليون جنيه إرادات هالعام استمر عرضه 12 أسبوع بالمرتب الأحداش مرعي البريمو محمد هينيدي نشوفه كمان مرة كمان فيلم ضعيف اجتمع مع غادة عادل ومع المخرج سعيد حامد اللي أخرج له أول أفلام وأول بطولات سعيد في الجامعة الأمريكية صحيح آه أكتر من 16 مليون جنيه استمر عرضه بس 7 أسابيع صحيح بالمرتب 12 علي ربيع نجم مصرح مصر بعد الشر فيلمو مع رانا رئيس حوالي 16 مليون جنيه بمرتب 13 شلبي فيلم كريم محمود عبد العزيز نتذكره العام الماضي نجاح حلو مع من أجل زيكو وكانت الأغنية الشهيرة من الغزالة ريئة طيب الغزالة ريئة كانت مع رمز جلال قدم أخي فوق الشجرة تأليد تعنقول لأبي فوق الشجرة لأبي فوق الشجرة 9 أسابيع من خلالها حصل على أكتر من 15 مليون جنيه 15 من أدولت إيه مع محمد رمضان مع نيلي كريم عزيرو الفيلم على كل أحوال منتج قال إنه لو أنه نعرض بالعيد بعيد الأطحى كان حق إرادات أعلى بالفعل أحيانا شادي بنشوف إنه توقيت عرض الفيلم بساهم أحيانا بنجاحه أو بفشله المرتبة 16 ابن الحج أحمد شيكو رحمة أحمد أكتر من 11 مليون جنيه 10 أسابيع مرتبة 17 فيلم رومانسي أنا الحبيبي كريم فهمي وياسمين رئيس اللي اكتشفها محمد خان بفيلم فتاة المصنعة صحيح بالمرتبة 18 أولاد حريم كريم هذا الفيلم عمل ضج أو يعني خلاف بين بطله مصطفى أمر والناقد الشناوي طرق الشناوي اللي ذكرنا قبل شوي مع داليا البحيرة حوالي 8 مليون جنيه منذكر إنه قبل 15 سنة قدموا الجزء الأول من هالفيلم حريم كريم وكان أنجح بكتير الصراحة كمان بالإرادات أنت مع مين واقف مع طرق الشناوي ولا مع مصطفى أمر طرق الشناوي مع طرق الشناوي حاليا فيلم كمان سيء جدا ضعيف طيب بالمرتبة 19 فيلم الشمريخ آسر يسين وأمينة خليل منشوفك ممرك بطلي أسبوع واحد ليش أسبوع واحد؟ أسبوها الأول لأنه الفيلم نعرض بآخر سنة آه أوكي حقق حتى الآن عمليا أكتر من سبعة مليون جنيه بالمرتبة 20 شجر دادي الفيلم رقم واحد بالسعودية الفيلم المصري الأكتر شعبي بالسعودية هالسنة شجر دادي ليلة علوة بيومي فؤاد قدي بمصر حقق هقل من سبعة مليون جنيه يعني صحي منذكر على السريع الأول كريم عبدالعزيز التاني أكرم حسني التالت تامر حسني الرابع أمير كرارة الخامس محمد هنيدي والسادس محمد رمضان هذا هو الترتيب النجوم على إرادات خلال العام عام الفين وثلاثة وعشرين طبعا حكينا في واحدة واربعين فيلم تم عرضن في عدد كبير من الأفلام نحن نحكيها كلها بس نتوقف عند بعضها اللي ما حققت نجاح كتير كبير نذكر منهن أفلام أيوة أحمد حاتم المطاريد وحسن المصري بلوموندو حسن الرداد رمسيس باريس هيفاء وهبي صح فشلتها السنة هيفاء وهبي بالسينما دايما هي عندها فشل أو ما حققت نجاح كبير بالسينما بقى الأفلام غازي أفلام إنتاجيا ضعيفي ضعيفي كمان ما حققت إرادات عالي بتخيل هاي معدة معظمها للسوق الخليجي آه منلاحظ غازي التأثير الكبير للسوق الخليجي على السينما المصرية فجعل المنتجين يغيروا تفكيرهم وأصبح العرض في السعودية هو الطموح الكبير لكل صنع السينما أنا بفكر موضوع السعودية رح يعمل تأثير كتير كبير نوعية الأفلام بالضبط على النوعية وعلى كتير أشياء خاصة أنه هذا السوق الناشئ بيشهد إقبال على نوعية معين من الأفلام اللي هي الكوميدي والرومانسي الخفيفي بالضبط ودليل على ذلك كي بقوله شجر دادي اللي يعني حقق نمرة واحد تعني نقول كان بالسعودية عشرين في مصر صح ليلة علوي بطلت نجمي مطلوبي بمصر ونفس الشي بايومي فؤاد منشوف كمان إنه خلق هالسوق نجوم مطلوبين هني النجوم صف تاني بمصر بالسعودية والخليج صف أول زي بايومي فؤاد وعلي ربيع في أفلام كمان عرضت بس بالخليج منها ويزو سكول لويزو عبدالباصي تحمودة آه لف وارجع تاني لأحمد فتحي وكمان خمسي محيدين أبو العز كمان لأحمد فتحي نعرضوا بس بالخليج في نهاية كل عام شادي إحنا منستعرض أسماء الفنانين كمان اللي رحلوا صح ودعونا نتذكر بعض هن مصطفى درويش الممثل الشاب اللي رحل بشكل مفاجئ عن عمر بناهز تلاتة واربعين سنين علاء عبدالخالق المغني الفنان عن عمر تسعة وخمسين عام واللي كان له أفلام بالسينما أنا مش نتذكر لا كان بس مغني يعني بالتسعينات برز أشرف من صالحي عن عمر بناهز تسعة واربين سنين كان يقدم أدوار ثانوية طاري عبدالعزيز عن عمر يناهز خمسة وخمسين عام شريفة فاضل طبعا عن عمر كبير أربعة وتسعين سنين توفت شريفة فاضل ذكرنا غازي بالأعمال اللي قدمتها بالسينما طبعا في عندك حرط السقيين الفيلم الشهير سلطانة الطرب اللي جسدت فيه دور مونيرة المهدية اللي غنت قبل إم كالتوم نجاح سلام اللبناني كمان رحلت على العام عن عمر تسعين سنين وشاركت في بعض الأفلام هي كانت بس مطربة بالدرجة الأولى كان عنده فيلم مع سعاد حسني ويعني وجودها بالسينماي كان بسيط وأخيرا ودعناها العام برحيل مين؟ أشرف عبدالغفور اللي هو أحد يعني أسمين نجم أحد النجوم اللي ظهروا بالسبعينات هو بلش بالستينات كممثل سينمائي دخل عمليا عالم الإذاعة وعالم التلفزيون وعالم المسرح السينما كان أدوار ثانوي ثانوي ولكنه فضل الشغل بتلفزيون ومثل ما هو ذكر بأحد لقاءاته أنه الناحي المادية هي اللعبة الضر أنه عنده أسرة وعنده أولاد فشاف أنه التلفزيون يعني ممكن يكون مدخوله المادي من خلاله أكبر من السينما خاصة أنه شوك العام أنه السينما دايما من دخول الأجر أعلى بيكون بس للنجوم الظاهر لأنه كان ممثل ثانوي فكان أجره عمليا بسيط بينما كان أجر نجم بالتلفزيون بعدين كان أجر مميز كان متميز يعني بالتلفزيون فضلوا بالتلفزيون عشانك منشوف أشرف عبدالغفور نجم تلفزيوني أكتر منه سينمائي نعم كمان هالسنة منستعرض ليش ما إله المكان في السينما هالنجوم الكبار اللي كانوا النجوم بالسبعينات التمانينات والتسعينات وبالسنوات الأخيرة اختفوا تقريبا حسين فهمي ما شفنا لهش ولا فيلم يحيى الفخراني طبعا نبيل عبيد ناديا الجندي مش موجودات صلى نستنوات كمان بالضبط يسرى يسرى اسعاد يونس راجعة راجعة هلا حصدقي كمان راجعة بفيلم صراح نحكي عنه والهام شاهين مش موجودة ولبلبة كمان اه اوكي وصلنا عمليا للأفلام اللي رح تعرض في عام الفين واربعة وشرين شو في عندك شادي في اكتر من فيلم من ابرزهن عوضة خالد يوسف للسينما لاسكندراني احمد العوضي وزينة طيب انا شايف كمان نور النبوي ابنه لخالد النبوي اه ابنه اوكي مع بيومي فؤاد الحريفة مقسوم ليلة علوة بتتواجد كمان بعام الفين واربعة وشرين الظاهر بأفلام مقسوم الفيلم اسمه معاها شيرين رضا عصابة عظيمة اسعد يونس محمد ثروت صر البوستر الفيلم والافيش موجود جاهز انا شفته اول السنة رح يعرضو هالأفلام اوكي كمان فيلم انا وابن خالتي سيد رجب بيومي فؤاد كمان اول السنة ليلة العيد يسرى غادة عادل كمان اسم ليلة العيد هدا عنوان كان فيلم للشادية وكمال الشناوي بالزمنات اه فعم احيانا بعيدوا نكرروا الاسماء الاسماء الملحد الملحد فيلم لأحمد حاتم محمود حميدة وحسين فهمي والكاتب هو إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى احنا بنشوفوني عاودي كمان مرة مجددي لحسين فهمي مهم للسينما في عام الفين واربع وعشرين الشلبي بطولي نسائي فيه اكتر من بطلي من ابرزهن ليلة علوية لبلبا وسوسن بدل عاشق أحمد حاتم اسماء ابو اليزيد الفيلم العاشر رح نشوفه بالالفين واربع وعشرين هو فيلم شقه عمر يوسف محمد ممدوح ودينة الشربيني الظلال المهجورة حرية فرغلي في فيلم كمان نتصور زمانه ومنستنى عرضه القاهرة مكة مونة زكي ومحمد فراز العنوان مميز في كتير افلام بتحكي يعني اسماء مدينتين فمميز القسم بالعربي الغربان فيلم كمان جديد بالالفين واربع وعشرين عمر سعد ودينة الشربيني حمص وحلاوة فيلم محمد الليثي وعبد الباصد حمودة فاصل من اللحظات اللذيذة هشام ماجد هنزايد فيلم كمان رح نشوفه بالالفين واربع وعشرين هو حدودة الايام البقية لأحمد عاتم الجواهرجي محمد هنيدي مونة زكي من جديد بتلتقي مع هنيدي بعد غياب سنوات طويلة سنوات طويلة عمله هنا اخر مرة بسعيدة بالجامعة الامريكية صح فرقة الموت احمد عز بفيلم كمان نجاح كبير مع اسر يسين السيستم احمد الفشاوي طارق لطفي نسرين طافش ولنا في الخيال حب كمان فيلم اول بطولة لأحمد السعدني الملكة اول شيء اسم بالبق لنادي الجندي الملكة انا شايف بطولة هالة صدقي شيرين ريدا ورانيا يوسف انتعارف ليش اسمه الملكة لا ليه صنصفصف اللي كانت بزعفر العمدة هي الملك اه كان اسمه غير غير غيروا للملكة اه اوكي حلو خلم زمان كنا نحضره من افلام زمان بعود بنسخة جديدة انف وثلاث عيون ظافر العابدين امينة خليل سبا مبارك ذكرنا بالاصلي بالاصلي طبعا انه ظهر الفيلم عام الف تسعمية اتنين وسبعين ماجدة محمود يسين محمود يسين نجلاء فتحي وميرفا تأمين اخراج حسين كمال واذا ما ممكن اقول شغلة شخصية انا قرأت القصة قبل ما تظهر وقتها بالسينما وكان عندي كاست مختلف مين اخترت اولا الانف رجدي ابازة العين الاولى نبيل عباد بالسبعينات طبعا شكلها التاني زيزي البدراوي على اساس بتكون شخصية مريضة طول وقت بالتخط فكان يلبقى لهذه الادوار التالتي انا اخترت حبيبة اللي هي جلادس ابو جودي على اساس لبنانية لبنانية على اساس انه الشخصية اللي كتبها احسان عبدالقدوس بالرواي كانت لبنانية ولكن لما عملوها بالسينما جابوا مرفت امين وخلوها كأنه شخصية مصرية فهذا هو الكاس تبعانه احلى حلو اهل الكهف قصة التوفيق الحكيم كمان تحول لتلا فيلم خالد النبوي محمد ممدوح محمود حميدة اولاد رزق تلاتي احمد عز اسر يسين عمر يوسف الفيلم عم بتصور هالقيمات بالسعودي رح يتصور بالسعودي وبمصر رح يعرض بعيد الاطحى القادم طيب شادي انا اعترف اليك ولك كل اللي عم بيسمعونه ما حضرتش من افلام هذا العام انا بقول لك احضرت اه تمانين بالمية من الافلام اوكي احلى فيلم منجاة نظرك وش فوش محمد ممدوح وامينة خليل فيلم اه اجتماعي حلو بصير ببيت واحد هني بيختلفوا التنين الزوجين والاهل بتدخلوا بتصير القصة بتكبر القصة فيلم حلو معمول حلو يعني انت بتنصحني وبتنصح كل عم بسمعني وش فوش اه برأي من افضل افلام الفين و تلاتة و عشرين بالسينما المصري اوكي شكرا غازي اوب بكر كل عام انتو بخير وانتو بقى الف خير ملت اه الحلقة الجاي وش فوش في حلقة جديدة من سينما الشويش ان شاء الله كل عام انتو بخير انتو بقى الف خير الى اللقاء